واحد أو جزء مهم من العقيدة المسيحية والأساسيات الإيمانية هو مجيء المسيح ثانية فالكنيسة بغض النظر عن اختلافاتها تؤمن بمجيء المسيح ثانية بغض النظر عن كل الطوائف تختلف عن كيفية وأسلوب المجيء ولكن كل الكنيسة تؤمن بمجيء المسيح ثانية وعلى كل شخص أن يستعد لمجيء المسيح موضوع مجيء المسيح ثانية بيملأ صفحات الكتاب المقدس من العهد القديم إلى العهد الجديد واحدة من النبوات المهمة طبعا نبوات كثيرة للنبي دانيال في العهد القديم يقول وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتن في دانيال إصحاح سبعة والآية 13 طبعا زكريا النبي يقول قدماه تقف على جبل الزيتون جبل الزيتون اللي صعد منه يسوع المسيح الملكان قالا للتلميذ أنه سيأتي هكذا ثانية وبحسب نبوة زكريا أنه قدماه تقف على جبل الزيتون ثم في سفر ملاخي آخر سفر في العهد القديم يقول من يحتمل مجيئه بالحقيقة أكثر من 300 نبوة عن شخص يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على صحة الكتاب صحة الوحي وأن الله ساهر على كلمته ليجريها واحدة من أهم الإثباتات للمجيء الثاني عندما وقف يسوع على جبل الزيتون وسأل التلميذ عن مجيء ثانية وتكلم بتفاصيل دقيقة وجزء من هذه التفاصيل أنه سيأتي الأعداء يحاصر أورشاليم وسيهدمونها لا يبقى حجر على حجر ورح يكون دمار شامل وكامل للهيكل تمت نبوة المسيح سنة 70 ميلادة عندما جاء الرمان وهدموا الهيكل بالحقيقة مش بس في العهد القديم حتى في العهد الجديد في نبوات كثيرة فمثلا في إنجيل متى إصحاح 24 و25 في إنجيل مرقص إصحاح 13 في إنجيل لوقة إصحاح 21 بتشوف مقتطفات في إنجيل يحنى إصحاح 14 بتشوف في الرسائل عدة آيات بتتكلم عن المجيء الثاني بتشوف إنه رسالة تسالونيكي كلها بتتكلم عن المجيء الثاني وأيضا رسالة يهوذة ورسالة بوتروس الثاني بل حتى سفر الرؤية اللي هو آخر سفر يسمى سفر سكاتولوجي أو الأخرويات علم الأخرويات كلها بتتكلم عن المجيء الثاني كيفية المجيء وطبعا العلامات للمجيء وأمور كثيرة تحدث في مجيء المسيح أو قبل مجيء المسيح ثانية كل هذه التفاصيل أحبائي بتعبر عن صحة الوحي الكتابي يقول في سفر الرؤية هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين قال الرب يسوع ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي قال الرسول يحنى يا أولادي هي الساعة الأخيرة ثم الكاتب إلى العبرانيين قال بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ فإذن المسيح تنبأ عن مجيءه الرسل تنبأه عن مجيءه الأنبياء تنبأه عن مجيءه ترجمة نانسي قنقر